قال حاكم مدينة ميكولايف فيتالي كيم إن القوات الروسية جرت دفعها لتتراجع قليلا عن عاصمة المنطقة أضاف كيم أن الأوضاع في المدينة أصبحت أكثر هدوءا الآن لافتا إلى أن الجيش الأوكراني سيواصل صد الهجمات الروسية كانت القوات الروسية واصلت إطلاق النار على المدينة أمس ما أدى لإصابة ثمانين شخص شكرا